السلام عليكم درسنا في هذا الفيديو سيكون عن الحرف ا او لفويال ا سنتطرق في هذا الفيديو الى كيفية نطق الحرف ا بجميع اشكاله وبجميع الحالات لكن قبل ذلك ارجو ان تشترك في قناتي اذا كنت اول مرة تشاهد هذه القناة وان تقوم بالاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائك اذا على بركة الله نبدأ لدينا هنا اول كلمة لدينا ا لدينا هنا د ا وال لدينا ا جاءت في ما قبل اخر الكلمة لدينا اخر كلمة كونسون وما قبلها او ساكينة ليس لديها اكثر اذا او ستنطق اي اذا د مع او التي هي اي اذا د ا دال ا دال كلمة اخرى ان ت مع او المفروض انها تقرأ ت ولكن لدينا هنا او يتبعها دو كونسون ان وان او ستنطق اي او هنا لدينا ان تان هنا لدينا ان ستقرأ بالسكون لانها جاءت جاءت في ما قبل اخر كلمة واخر الكلمة او ساكينة اذا كانت مثل هذه الحالة سيكون القنصون الذي قبل او التي في الاخر وتكون ساكينة سيكون لديه السكون اذا ستنطق ان ان تان كلمة اخرى لدينا هنا ا غ ب يعني نفس الشيء بالنسبة لهذا الكنسون كما تحدثنا يعني او جاءت في الاخر وليس لديها اكسون اذا الكنسون الذي قبلها سيكون لديه السكون ب ا غ ب اغ كلمة اخرى لدينا هنا ب ج مع او تقرأ غ اذا ولدينا هنا ا يتبعوا دو كنسون اذا ا ستنطق ا اذا ب غ ت ب غ ت الت تحدثنا عنها تحدثنا عن هذه الحالة اذا نمر الى هذه الكلمة لدينا ب ثم ا ثم ال هنا لدينا ا يعني جاءت في ما قبل اخر الكلمة واخر الكلمة كنسون اذا ا ستقرأ ا ب مع ا ب بال بال لدينا كلمة اخرى هنا لدينا ب مع ا ا و هنا يتبعوا دو كنسون اذا كما قلنا ا ستصبح ا اذا لدينا ب غ س هنا و ا ا ا ا هنا تقرأ ا ا ا ب غ ص ب ص لدينا هنا قاعدة مهمة هنا لدينا كلمة مكونة من حرفين واخر حرف هنا هو ا سا ا ا في هذه الحالة ا ستقرأ ا اذن س مع ا س قاعدة مهمة هنا رأينا هذه القاعدة لدينا الس مع اش تقرأ شين و ا ما قبل اخر الكلمة واخر الكلمة هنا كونسون اذن ا ستقرأ ا شيف شيف هنا لدينا كلمة اخرى لدينا الس مع اش تقرأ شين ا يتبعها دو كونسون اغ والس اذن ا ستنطق ا اذن شغ شي وهنا ار في اخر الكلمة تنطق ا ا نعيد القراءة شغ شي اغ هنا لديها الس كون لماذا لان اغ هنا كونسون يتبعها كونسون اخر اذا اذا كان هناك كونسون يتبعه كونسون اذا كونسون الاول سيكون لديه الس كون بطبيعة الحل نمر الى كلمة اخرى هنا لدينا نفس القاعدة التي رأيناها كلمة مكونا من حرفين واخر حرف هو ا ساكن يعني بدون اكثر ولكن هنا لن يكون الساكن سينطق ا اذا د مع ا د كلمة اخرى د ا هنا يتبعها دو كونسون ال وال اذا كما تعلمنا ستصبح ا د ال ت ال هنا لديها سكون كما قلنا لان لان ها يتبعها كونسون وبالتالي سيكون لديها سكون اذا ال لديها سكون د ال ت د ال كلمة اخرى هنا لدينا ا يتبعها دو كونسون كما تعلمنا الكنسون الاول اف والكنسون التاني اف اذا ا ا او كما قلنا اغ يتبعها كونسون اذا لديها سكون والت هنا جاءت في اخر الكلمة لن نقرأها اذا لا تقرأ هنا نعد القراءة اي فاغ اف اخرى لدينا هنا ا يتبعها دو كونسون كما تعلمنا اذا ا ا هنا تقرأ ا ا ا ا ا ا ا ا هنا لدينا قاعدة مهمة ايضا لدينا هنا ا ا ا ا ا ا ا ا هنا قاعدة مختلفة تماما ا ا عندما يتبعها دو زان ا ا وا ا ا تقرأ ا قاعدة مهمة تركزوا جيدا ا هنا عندما يتبعها ا 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 هنا لدينا قاعدة تعلمنا ا ا ا ا ا ا ا الكونصول الأول F والكونصول الثاني M إذن A F مع A فاغ و R هنا تقرأ A كما تعلمنا إذن فاغ هنا لدينا لا تقرأ إذن E يتبعها دو كونصول إذن ستقرأ A C هنا يتبعها كونصول إذن ستقرأ كيف سنشاهدها في دروس أخرى إن شاء الله بالتفصيل إذن لدينا نمر إلى كلمة أخرى لدينا هنا لا تقرأ إذن نقرأ O هنا مع يتبعها دو كونصول إذن كما تعلمنا ستقرأ هنا كما تعلمنا يعني يتبعها في الآخر O ساكن إذن B سيكون لديها سكون و A هنا سيكون لديها سكون لأنه يتبعها كونصول إذن أغب هكذا هنا قاعدة تعلمناها كلمة مكونة من حرفين و آخر حرف هو E إذن E ستقرأ L مع E كلمة أخرى لدينا هنا لدينا هنا لدينا هنا لدينا هنا L و E و أ يتبعها دو كونصول إذن ل L مع أ أ ستصبح هنا أي لاتخة لاتخة وهكذا إذن كلمة أخرى لدينا نفس القاعدة التي تعلمناها نقرأها مباشرة أو سأدعكم تقرأونها إذن أجل كما قلتم هذه تقرأ هنا قاعدة مختلفة قليلا كما قلنا أن OR تقرأ A في الآخر لكن هنا لدينا اسم وبالتالي سنقرأ سنطبق عليها القاعدة القاعدة التي تعلمناها أن E جاءت ما قبل الآخر هنا ويتبعها في الآخر إذن E ستقرأ A ولكن سنقرأ R أيضا هنا إذن لدينا ماغ ماغ هنا كلمة أخرى لدينا ماغ كردي هنا لدينا تقرأ A لأن هناك دو كونسون يتبعونها إذن لدينا ماغ كردي ماغ كردي هنا كلمة أخرى أم مع O ماغ D سيكون لديها سكون كما تعلمنا إذن ماغ 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 إذن نقرأ كلمة أخرى بي مع O يتبعها دو كونسون إذن ستقرأ بيل بيل كلمة أخرى أيضا بي ولدينا أ يتبعها دو كونسون إذن سنقرأ بي بي كلمة أخرى لدينا تقرأ ولكن لن نتطرق إليها سنتركها في درس آخر إذن نقرأ الآن بخان بخان سيس هنا قرأنا أي يتبعها دو كونسون كما تعلم بخان سيس نمر إلى كلمة أخرى لدينا هنا بخو وهذه كما تعلمنا لدينا يتبعها دو زم كما قلنا إذن ستقرأ إذن وإنت هنا تقرأ إذن نقرأ الآن كلمة أخرى مع أ تقرأ بي مع أ أس هنا لن نقرأ إذن هنا لدينا كلمة أخرى أس مع أ س هنا لدينا في الآخر ساكنة إذن الكنسون الذي قبلها كما قلنا سيكون لديه سكون إذن ساد إذن لدينا تقريبا نفس الكلمة نفس الطريقة ساج هنا كلمة مهمة جدا لدينا أس هنا و أ ولدينا السي السي هنا ستقرأ كيف لكن لن نتطرق على هلق سنتركها في دروس أخرى إن شاء الله رحمه 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 لدينا هنا سي أ ولدينا هنا السي أس أ سي ستقرأ ساك كما قلنا أ هنا ما قبل آخر والآخر يكون كونسون إذن ستقرأ أي إذن هذه قاعدة يجب تذكرها إذن ساك عندما تكون سي هنا في الآخر تقرأ كيف هذه قاعدة سنتطرق لها إن شاء الله لدينا هنا نفس طريقة سال سال كلمة أخرى س أ يتبعها دوزم يتبع عفوان دو كونسون الكونسون الأول ر والكونسون الثاني م إذن س مع أ تقرأ إ إذن سر م م أو انت هنا تقرأ كما قلنا قبل قليل إذن سر م سر م هنا كلمة أخرى لدينا دي ولدينا أ س ه هنا ه لن تقرأ إذن سنقرأ س مع أن إذن س سيتبعها كونسون لهوق الذي هو أن إذن ستقرأ كيف وأ يتبعها دو كونسون س وأن أ لن تقرأ أي أ لن ت ك ن هنا ك وأ وأ تقرأ كيف مباشرة لن نقرأ إذن لأن تكون دائما مع ك إذن سيصبح لدينا أ في الآخر إذن الكنسون الذي قبله وهو ك سيكون لديه سكون إذن غ غ غ وبهذا نكون قد انتهينا من الجزء المخصص للنطق للجزء المخصص للنطق وننتقل الآن إلى الجزء المخصص للكتابة إذن على بركة الله ننتقل وقبل ذلك أريد أن أذكركم إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم الآن نكتب أي صغيرة كما نجدها في الكتب هكذا كما لاحظتم الآن نكتب بطريقة اليد بطريقة اليد أو بالطريقة اليدوية يعني تقريبا نفس الشيء هكذا أقريبا نفس الشيء ليس هناك اختلاف الآن نكتب أ ماجسكيل ولكن بطريقة الكتب تجدها هكذا بهذه الطريقة نعيد كتابتها بهذه الطريقة الآن نكتب أ ماجسكيل ولكن بالطريقة اليدوية بهذه الطريقة نعيد كتابتها هكذا كما لاحظتم وبهذا نكون قد انتهينا من الحرف بجزئه الجزء الخاص بالنطق والجزء الخاص بالكتابة إذا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو عن طريق الضغط على زر المشاركة أسفل الفيديو شكرا وإلى دروس أخرى إن شاء الله موسيقى